شباب وصبايا اليوم إن شاء الله محاضرتنا الأولى من مادة الوبراتينج سيستم رح نبلش أن نتعرف على السيلبس تاع المادة بعد ننتقل لشابتر 1 الله عافية مهندسة تمام السيلبس الكتاب بتاعنا التكستبوك والشابترز السلايدات اللي أنا بشرح منهم موجودين كاملين على التيمز صاروا بالنسبة للحضور الغياب لسه ما تتبطت المادة على الإي ليرنج فرح نعتمد على يعني رح تصير التبط على الإي ليرنج وأنا كمان رح أكون مقدة لحضور الغياب هنا على التيمز يعني اللي مش حاضر على التيمز ومسجل ما بيعتبر إلو الغياب التكستبوك اللي هو الوبراتينج سيستم كونسيب مبادئ الوبراتينج سيستم رح نشتغل على السيبنس هذا الكتاب اللي هو لأبراهاما سيلز بري شاتز من أشهر أو أشهر كتب الوبراتينج سيستم اللي تدرس بكل جامعات العالم اللي هو عليه رسمة الديناصورات هذا الكتاب لكل جامعات الوبراتينج سيستم عمستوى بكالوريس مستوى مجستر هو الكتاب المعتمد بالفيرجنز اللي هو سلايد دفرنسز بتوين الفيرجنز الرافرنسز الموجودين عنا اللي هو كتاب ديتل اللي هو إنترودكشن لأوبريتينج سيستم وفي عنا كتاب أوبريتينج سيستم ديزاين and implementation كمان لتاب نهام هلأ بالنسبة الكورت ديسكريبشن اللي هو وصف المساق رح يكون عنا إنترودكشن لكيف نعمل مانجمنت للميموري بروسسز اللي هي المقصود بالبروسس اللي هو البرنامج بحالة التشغيل لما يكون محمل على الرام بنسميه بروسس كيف من نعمل مانج للبروسسز الموجودة عنا في الميموري المقصود بالمانجمنت عنا إذا في عندي أكتر من بروسس رنينج على الرام كيف أنا بدي أوزع الرام الموجودة عندي أو الميموري الموجودة عني بين البروسسز بأحسن يكون موجودة عنا رح نحكي عن الفايلز والديفايس الوبراتينج سيستم ديزاين اللي هي كيف نعمل ديزاين الأساسيات للديزاين للوبراتينج سيستم والبرفورمانس البرفورمانس اللي هي كفاءة الوبراتينج سيستم ديزاين رح نحكي عن البرفورمانس من ناحية إنه إيش أنا بدي اللي هي الوبراتينج سيستم على إيش المطلوب منه إنه أنا بدي أحكم على البرفورمانس ديزاين في عندي الملتي بروغرمانس ملتي بروغرمانس ما موجود أصلاً عندي على الجهاز. وممكن أنا بدي أنزل operating system ثاني على الجهازي زي Linux مثلاً. فأنا بكون الأساسي operating system 3 مثلاً Windows 3 أنا ما بدي أخسره. بدي أدرب على Linux. فبعندما عندي virtual machine. Virtual machine على الجهازي. وبنزل عليها operating system اللي أنا بدي أتعلم عنه عليه أو بدي أشتغل عليه. رح نحكي عن الcompetitive and cooperating processes. الcompetitive processes اللي هي بكون في بناتها تنافذ على الريسورس الموجودة معنا. الcooperating processes اللي هي بكون في بناتهم تعاون بكمل عمل بعض. الprograms اللي إحنا رح نستخدم يعني إذا كتبنا برمجية رح نستخدم C++ أو C. الآن C هي من أشهر. طبعاً الoperating system هو عبارة عن برنامج. برنامج المسؤول عن الكمبيوتر system. المانجمنت للكمبيوتر system تاعي. الكمبيوتر system تاعي حكينا في عندي hardware في عندي software في عندي operating system. اللي هو عبارة عن الوسيط بنات hardware والsoftware. واليوزر الموجود عندنا اللي بدي يستخدم software. الـ C أقرب ما يكون إنه أنا بتقدر تخاطب عندي hardware. فعشان هيك معظم الoperating system اللغة البرمجة يعني مكتوب بالprogramming language اللي هي C. الobjective ستاولنا بنهاية الكورس المطلوب منه نكون نعمل define. نعمل عرف الoperating system ونظام التشغيل. ونعمل نقدر نفسر الconcept الموجودة عندنا زي ايش. اللي هي نعرف ونفسر. الـ process management. كيف أنا بقدر أعمل process management. إيش يعني process. وإيش يعني process management. إيش يعني inter-process communication اللي هو حكينا التواصل بين processes. حكينا أي برنامج موجود عنا أصلاً كprogram بيكون نازل عندي على الـ hard disk. مجرد ما أنا عملت عليه double click-click scutable file موجود عنا. بكون انتقل أو تحمل عندي على الـ RAM. مجرد ما تحمل على الـ RAM بطل اسمه program صار اسمه process. الـ process is a running program. أوكي. فعنا في عندي inter-process communication. يعني عندي أكثر الـ processes. ويكونون موجودين على الـ RAM. الـ communication اللي هو التواصل بناتهم. بدنا نعرف ايش يعني. إنتي الـ process communication وينفسره. وكيف بتصير عنا على أي أساس. هلأ عندي المميوري منجمتش. المميوري هي أحد الـ resources المهمين جداً. أنها بالـ computer system. الريسورس الموجودين عنا اللي هي عندي الميموري عندي السي بيو وعندي الآي او هدول الثلاث أشياء اللي هم الريسورس الموجودة عنا دائما بكون في عندي تنافس منهم بين البروغرامز أو البروثيس الموجودين عنا فعندي زي ما حكنا الميموري مانجمنت أو الآي او سيستم أنا إذا صار في عندي طلب على الميموري من أكثر من البروثيس بحتاجها البروغرامز يستخدم أنه إيش يعمل مانجمنت يوزع قداش أنا بدي أعطي هذا البروثيس هاي مانجمنت أو أعطي هاي أو أحكي لها يستني على بن ما أخلص من البروثيس لبيدي الـ I-O سيستم نفس الإشي الـ input out devices هي أحد الريسورس الموجودة عنا في الكمبيوتر سيستم نفس الإشي المسؤول عنهم اللي هو الـ operating system الـ handling اللي هو ما بيكون في عندي دايركت تواصل بين الـ user وبين الـ I-O سيستم بيصير عندي request من الـ user بيطلب الـ I-O اللي هو بدي إياها مثلا بدي أطبع أنا ما بروح على الطابعة بحكي لها بدي أطبع ببعت request الـ operating system بتعامل معها من خلال interrupt من خلال interrupt طبعا الـ operating system بنحكي عنه interrupt driving من خلال interrupt وبتواصل مع الـ hardware أو الـ I-O اللي أنا بدي أستخدمها الـ file system كمان رح نحكي عنه بالتفصيل وكيف توزيع الـ file system بكون موجود عندي على الـ hard disk بنا نتعلم أساسيات الـ operating system بنا نتعلم المكانيزمز اللي هي the processes with the threads and their communication الـ threads هي عبارة عن مجموعة من التعليمات اللي عم تعمل الرن الميموري يماني جمعات نفس الشيحة كاما هم الـ outcomes الموجودة عندنا بنهاية الكورس مفروض عندنا اللي هو الـ understanding, the concept, the structure, the design and operating system the architecture, the computer ويكون عندي معرفة على different operating system services the services الموجودين للـ operating system أو اللي بوفر ليها the professional skills المطلوبة منها اللي هي من نعرف الأساسيات الـ design عنها ولي هو design تاعي الـ impact الـ applications الموجودة عندنا في اللي بتعمل running من خلال operating system بنا نفر بين الـ structures للـ operating system بأنواحهم يعني الـ operating systems مش كل الـ operating systems نفس الاشيح مختلفين حتى مش شرط انه من المصنع نفسي مثلا عندي ويندوز ما بحكي في عندي ويندوز سيرفر في عندي ويندوز للنتوركس في عندي ويندوز اللي احنا نازع على البي سي بيختلفوا عندي فأنا الـ operating system حسب الـ structure الموجود عندي بحتاج بتوجه الـ operating system اللي أنا بدي أستخدمه وبدي أميز بناتهم رح نحكي عن الـ physical و virtual memory الـ physical memory اللي هي الرام الـ virtual اللي هي الاشي الاختراضي اللي مش موجود هلا أي برنامج عشان يعمل run وين لازم يكون موجود عندي لازم يكون موجود على الرام فأنا لما أحكي جهازي سريع أو جهازي بدي أزيد سرعته ايش بسوي بحكي الحالي بدي أزيد الرامات ليش لأنه عشان أي برنامج حكينا البرنامج يكون موجودين وين مخزن كل ياته على الـ hard disk عشان ينعمل run لازم يترفع لازم ينعمله loading على الرام طيب الرام اللي هي الـ physical memory في عندي الـ virtual memory هلا إذا الرام ما كانت كفاية بدي أعمل ذاكرة افتراضية بأخذ جزء من الـ hard disk وبعمله virtual memory بيصير يعمل نفس عمل الرام هلا بيعمل نفس عمل الرام بس بيظلها عندي الـ hard disk أصلا بطبيعته أبطأ يعني بصير عندي أتحمل على الـ virtual memory اللي هي جزء من الـ hard disk سرعة الـ virtual memory أبطأ من سرعة الـ physical memory للـ resources الموجودة عندنا الـ i-o اللي هي الـ input والـ files هلأ لازم أقدر كمان أمنيز بين الـ operating system features لمواصفات الـ operating system أنا رح نبالش بل عندي المادة اللي هي هايها موجودة نعنا 12 chapter أوكي 12 chapter رح نور عليهم بالتفصيل مادة المادة رح تكون عنا لحد الـ process synchronization عندي introduction structure تعالى operating system لـ processes لـ threads و CPU scheduling و لـ process synchronization بعد المادة ان شاء الله رح نكمل بالـ deadlocks المماري management اللي هي كيف عنها الـ virtual memory اللي حكينا عنها الـ file system interface فرح يكون في عنا أسبوعين آخر أسبوعين اللي هم presentation مطلوبة منكم لعلامة المشاركة وفي عندنا مراجعة وإن شاء الله امتحاننا الـ final بالأسبوع السادس عشر هلأ بالنسبة زي أي مادة online عندنا المشاركة 20 علامة المد 30 والـ final إن شاء الله 50 نتبه لها موضوع الحضور والغيام في حد عنده سؤال بالنسبة للـ syllabus تمام هلأ زي ما حكيت لكم الموجود عندنا على الـ e-learning على الـ teams هاي هم كلياتهم وهاي الـ e-lecture أوكي والـ syllabus والشباط المطلوب شو تضلي؟ بدي أسألك هلأ إحنا ما رح نأخذ مثلاً operating system ثاني يعني بس ولا رح نظل نشتغل بس على Windows هلأ رح نظل نشتغلين على Windows هلأ الأساس إذا في operating ثاني system ثاني نشتغل عليه يكون محها lab يعني المادة هاي يعني في كثير جامعات بيعطوا محها lab و lab يكون إيش على الـ linux بيشتغلوا عليه بالضبط أنا أخذت أصلاً المادة هي كلها linux بالضبط بالضبط فهي بتكون المادة صراحةً يكون محها lab وبنتنزل و المشين زي ما حكينا وبنتنزل الـ linux على جهازك و بتشتغلي تمام مهندسة تمام هلأ بس إحنا لأ ما رح ناخد لأنه ما فيه لها أصلاً يضب نكمل يعني على شغلة جداً مهمة بالنسبة للمادة بدأ أحكي لكم إياها هي سلايدات فيها حكي كتير رح يساعدنا جداً إنه إحنا نحاول إنه يكون عنا فهم للسلايد اللي موجود عنا علشان إحنا ما نضطر إنه إحنا بس يكون شغلنا حفظ يعني إذا إنت فاهم الموضوع الموجود عندي بالسلايد و كتبت فيه و يكون ممتاز يعني فيش داعي إنك تحفظ لأن الـ زي ما حكينا كتاب له هو كتاب الديناصرات الكتاب الـ operating system المشهور بالـ versions تعونه الـ introduction اللي هو what operating system does أش عمل الـ operating system الـ organization والـ structure والـ operation رح نحكي عن الـ process management الـ memory management والـ storage management منعمل المطلوبة 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 تمام. What is an operating system? الoperating system هو عبارة عن إيش؟ program. بمعنى نحكي program معناها إيش هو؟ software. عمله acts as intermediately between a user of a computer and the computer hardware. معناها هو بعمل managing للكمبيوتر hardware. بتعامل الoperating system مع الكمبيوتر hardware. هو عبارة عن وسيط بين اليوزر وبين الكمبيوتر hardware. عادة البرمجة الoperating system بتكون بلغة C لأنه لغة C بتتعامل بكفاءة مع الهاردوير. مش زي لغة الجافة اللي هي عبارة عن virtual. معناها الoperating system هو عبارة عن برنامج أو software. بتعامل زي كأنه حلقة وصل بين اليوزر وبين الكمبيوتر hardware. بيعمل managing للكمبيوتر hardware. بتعامل مباشرة مع الhardware. الآن الشغل اللي احنا لنا نعرفها انه الهاردوير هو عبارة عن إيش؟ عبارة تعامل مع صحب. ليش؟ لأنه هو عبارة عن zeros and ones ما بفهم غير بي اللي هي البين. اللي التعامل مع الهاردوير صعب فالـ OS هو إيش؟ هو عبارة عن واجهة بجمل لنا التعامل مع الكمبيوتر system أو مع الهاردوير الموجود عندنا. فالانترفيس أو الـ GUI الموجود عندنا الـ Graphical User Interface. شو سوى الكمبيوتر system؟ الـ Operating System. عملنا إياها على شكل آيكون، على شكل فولدر، على شكل ماؤس. فسهل لي التعامل مع الهاردوير الموجود عندنا. أنا كيوزر بستخدم هذا الانترفيس اللي عندنا. والـ Operating System هو بتعامل مع اللي هي الـ Environment تاعة الهاردوير اللي هي صعب أنا أتعامل معها كيوزر. الـ Operating System Goals أول انشية عنا، اللي هي الـ Execution of User Programs and make solving user problems easier. بعمل الـ Execution للـ Programs اللي موجودة عندنا. وبسهل لي الحل المشاكل الموجودة عندي. وبعمل الـ Computer System اللي هي أش المقصد فيها الـ Hardware إنه أسهل عندي التعامل معه. هلأ في حنا شغلة مهمة اللي هي Use the computer hardware in an efficient manner. هلأ بتميز كل Operating System عن الثاني كيف بيستغل الـ Hardware الموجود معه. كيف بيستغل الـ Hardware الموجود معه. هلأ مثلا أنا إذا كان في عندي Hardware متوسط بس عندي Operating System فعلا كويس فبيكون عندي الـ Efficiency للـ System تاعي أفضل من ما أنا يكون عندي Hardware كويس و Operating System عندي فاشل. أقرب إشي إلها مثلا إذا أنا في عندي Operating System نقدر نعتبره زي الـ Driver تاع السيارة. أنا عندي سيارة ممتازة مواصفاتها كثير عالية اللي هي الـ Hardware. بس إيش؟ الـ Driver تاعها اللي بيسوق هاي السيارة مش كثير سواته. فإيش رح يصير عندي؟ أنا ما رح أستغل الـ Resources الموجودة عني اللي هي السيارة المواصفات فعالية بأفضل شكل. هلأ على بالمقابل إذا كان في عندي سيارة مواصفاتها عادية متوسطة بس الـ Driver تاعها كثير شاطر قدر بتستغلي إياها رح أنجز أنا مع الـ Driver اللي هو شاطر مع السيارة اللي هي مواصفتها متوسطة أحسن من الـ Driver اللي هو قيادته رديئة مع السيارة الممتازة. معناها الـ Operating System هو زي كأنه الـ Driver الموجود عندي اللي بيسهل لي وبيستغل الـ Resources الموجودة عندنا اللي هي الـ Hardware بأفضل شكل. معناها أهم الشغلة عندي أنه إيش يستخدم الـ Computer Hardware بـ Efficient معناها بيميز الـ Operating System عن أي Operating System ثاني بأنه بيستغلي الـ Hardware. زي مثل الموبايلات مرات بكون في عندي موبايلين نفس المواصفات بس في عندي موبايل مع أنهم نفس المواصفات الـ Hardware في موبايل عندي شغال أحسن ما بيصير فيه تعليق دائما شغالي بكل ثلاثة. هاد إيش السبب؟ إنه أنا الـ Operating System الموجود عندي أفضل من الـ Operating System. مرات بكون في عندي أجهزة قديمة ومواصفاتها أقل بتتمشي أحسن من أجهزة مواصفاتها أعلى. ليش؟ لأن الـ Operating System اللي نازل عليها قدر يستغل الـ Resources الموجودة عندي. الـ Computer System Structure عندي 4 Components موجودة عندي. أول component عنا اللي هي عندي هون الـ Hardware, Operating System, الـ Application, Programs وآخر إشي عندي الـ Users. هلا عندي الـ Hardware اللي هو الـ Basic Computing Resources اللي موجودة عنا. هلا عشان يكون عندي Computer System لازم يكون عندي القطعة المادية أو نحكي عنها اللي هي الـ Physical Components. Physical Components أو الـ Resources. طلع الـ Resources اللي موجودة عنا. اللي هي CPU، المماري، والـ I-O Devices. اللي هي أهم مكونات. هلا الـ Hardware اللي حاله ما فيش إلها أي قيمة لوحدها. ما في إلها أي قيمة لوحدها. هلا اللي هي الـ CPU اللي هي وحدة المعالجة. المماري المقصود فيها إيش؟ الرام. الـ I-O اللي هي الـ Input و الـ Output Devices. الـ Component الثانية من الـ Computer System اللي هي الـ Operating System. الـ Operating System أوله هو نظام التشغيل. عمله. إنه يعمل Control وكوردنيت لـ Use of Hardware. مع الـ Various Applications و الـ Users. أوكي؟ طلعوا الـ Application تحتها، والـ Users تحتها. هلا الـ Operating System هو اللي راح يشغل له الـ Hardware. حكينا. Hardware اللي حاله فيش إلها أي قيمة. الـ Hardware اللي حاله ما في إلها أي قيمة. زي لما أنت تجيب جهاز مش نازع على Windows. بتقدرش تشتغل. ما بتقدرش تشتغل فيه. أنت زي كأنه عندك إطاعه محطوطة. الـ Operating System هم اللي بيشغل الـ Hardware. بعمل Control وكوردنيتشن. تنسيق بين الـ Hardware الموجود فيه. مع مين؟ مع الـ Application Programs و الـ Users الموجودين عندي بالأسفل. هلا الـ Application Programs هي البرامج اللي إحنا راح نشغلها من خلال الـ Operating System. الـ Application Programs هي البرامج اللي راح نشغلها من خلال الـ Operating System. اللي هي define the ways in which the system resources are used to solve the computing problems. زي إيش الـ Application Processes. البرد زي الـ Word Processors. الـ Word Compilers. الـ Web Browsers. أي أبليكيشن أنت بتحتاجه. بنحكي عنه إيش؟ Application Programs. فهي تشغل راح تاج هاردوير بتنسيق بين الـ Application Programs و الـ Hardware اللي هو إيش الـ Operating System. آخر إشي عنا الـ Users. الـ Users اللي هما راح يستخدموا الـ Applications الموجودة على بيئة الـ Operating System. اللي هو راح يتحكم بالـ Hardware. ويستخدمه حسب ما بده بالآخر إيش الـ User. معناها هاي ترتيبهم وإاتصالهم مع بعض. مرتبطين مع بعض. كل طبقة موعد تالي. هذه الرسمة. عندي الـ Components الموجودة. حكاً عندي الـ User. وعندي هدو الـ System and Application Programs. Operating System و الـ Computer Hardware. لاحظوا الـ Operating System هو عبارة عن ونسيط بين الـ Hardware وبين الـ System and Application Programs. يعني هاد الـ System and Application Programs ما إلو اكسس دايركت على الـ Hardware. بدك إشي بتحكي له الـ Operating System. Operating System بتتواصل معنا. معني ما بيصير إنه كل ياتنا إحنا نعمل اكسس على الـ Hardware زي ما بنا. لا أنا بروح الـ Operating System وبحكي له بدي شغلة من الـ Computer Hardware. ايش الـ Computer Hardware؟ مرة ثانية. اللي هم ايش الـ CPU والميموري والـ I-O Device. بدي ميموري بدي أشغل برنامج بروح الـ Operating System و بحجز لي أخذ لي جزء من الميموري. هو بعمل memory allocation. باختار لي موقع من الـ RAM أو من الميموري. بدي أطبع نفس الشي. هو بروح يخاطب لي الـ Operating System و بروح يخاطب لي الـ IO اللي هو الـ Printer موجود عندنا. معناها الـ User مع مين بتعامل؟ بتعامل بس مع الـ System Program. أنا بتعامل مع Comparer، مع Simpler، مع Text Editor، مع Data Base. ما بروح أتعامل مع الـ Hardware أو مع الـ Operating System. اللي بدي إياه البرنامج تاعي بس يشتغل هو بتواصل مع الـ Operating System. الشيء اللي بدي إياه الـ Operating System بحدد. إيش أنا بعطيك من الـ Resources الموجودة عندي أو من الـ Hardware اللي أنت طلبته. وبرجع لك إياه. في معاه مجال هلأ بيشغلك. ما في مجال بأجلك أو بيعمل لك scheduling. هلأ أول شغلة من تعريف الـ Operating System بيحكي لك هو عبارة عن Resource Allocator. إيش يعني Resource Allocator؟ يعني بيعمل إدارة Management للـ Resources الموجودين عنا بحيث يحصل أنه الـ User تاعي على أعلى كفاءة ويستغل الإمكانيات الموجودة عنا. إيش يعني Resource Allocator؟ يعني هو بيعمل Management للـ Resources الموجود عنا بحيث نحصل أعلى كفاءة موجودة عنا أو أعلى Performance ويستغل الإمكانيات الموجودة عنا. بيعمل Utilization للـ Components الموجودة عنا. بيعمل تنظيم. بيعمل تنظيم للـ Hardware اللي هما إيش CPU والـ Memory والـ I-O. معناها الـ OS هو عبارة عن Resource Allocator بيعمل Utilization بيعمل أفضل استخدام للـ Resources الموجودة للـ Components الموجودة عنا. زي إيش اللي هي CPU والـ Memory والـ I-O. مجرد ما عمل أفضل Utilization أو أفضل Allocation للـ Resources الموجودة عنا. إيش يعني أفضل Allocation أو أفضل Utilization بحيث أن نحصل أعلى كفاءة ونستغل الإمكانيات الموجودة عنا. على إيش بيسوي؟ بيعمل Management للـ Resources الموجودة عنا إيش المقصود بالـ Resources اللي هي CPU والـ Memory والـ I-O. بنسق الشغل تاعهم. بيقرر between conflicting requests for efficient and fair resource use. يعني إذا كان في عندي أكثر من requests أكثر من طلب على نفس الـ Resources. conflicting requests. معناها أنا أشفي عندي أكثر من طلب على نفس الـ Resources الموجود عنا. بيقرر أي request بيشتغل على أي أساس بيقرر. بيقرر أنه من ناحية الـ Efficiency والـ Fairness للـ Resources. يعني ما بنفع أنا حتى أخلي بروسس عنا تستنى لوقت طويل. فعندي Efficiency والـ Fair Use الموجود عنا. الشغل الثاني بنقدر نحكي عن الـ OS إنه is a control program. المقصود فيه إنه بيحاول يمنع حدوث أي أخطاء أو أي استخدام غير صحيح للـ Computer System. يمنع حدوث أي أخطاء أو استخدام غير صحيح الموجودة عنا. حدوث أي استخدام غير صحيح الموجودة عنا. مقصود فيه إنه يمنع حدوث أيضا بيحاول الموجودة عنا. مقصود فيه إنه حدوث أي استخدام غير صحيح الموجودة عنا. هلا أهل الشهر تعريف للـ Operating System الـ One Program Running All The Time اللي هو البرنامج اللي دائما شغال عنا منحكي عنه الـ Operating System أو الـ Kernel Kernel اللي هي ايش؟ Kernel هي الـ Core أو النواة تاعة الـ Operating System هي النواة الأساسية للـ Operating System دائما شغالة على الطول يعني مجرد ما أنا عملت بوتينك أول مكان بتصير عندي تحميل الكيرنل حاجز مكان على الرام دائما شغال هلأ بنذكر أنه عندي two types of programs تشغالين فوق الoperating system اللي هما system programs اللي بكونوا associated مع الoperating system بس مش جزء من الكيرنل وعندي الapplication programs اللي هما مش associated مع الoperation للسystem هلأ في عندي اللي هو computer startup اللي هو كيف تشغيل الجهاز هلأ أول ما بنشغل الpower في عندي الbootstrap program أول ما نشغل الpower الbootstrap program بتحمل على الBIOS هادا الbootstrap بتحمل عندنا power up or report. وين بكونوا مخزن بكونوا مخزن على الroam أو EE prom هلأ المقصود فيها الroam اللي هي read only memory أو EE prom اللي هي نفس الشي read only memory تنتين قابلة non volatil non volatil ايش يعني تكون محروق عليهم اللي هو الbootstrap program ثبت يعني ما بيروح لعننا ولا بتغير بس أنا بقرأ هلأ اللي بيصير عندنا أنا أول ما شغل جهازي جهازي دل بتظهر عندي ايش شاشة الدل بتظهر عندي مثلا توشيبة بتظهر عندي او ايش توشيبة او hp حسب نوع الجهاز هذا المقصود فيه اللي هو firmware يعني بكون من الشركة المصنعة محملة عندي على الائس هلأ اللي بيصير عندي هون بتعمل بتحمل الكيرنل الموجود عندنا هون على الهارد ديسك الموجود اللي بتحمل عندي الكيرنل هاي اش الbootstrap program تحكيله روح حمل الكيرنل اللي هو الكور تاع الoperating system على وين على الرام هلأ مجرد ما تحمل على الرام ايش معناها رح يصير رح يشتغل عندي الoperating system بتبهر عندي شاشة الويندوز اللي هو انه عم بنعمل عندي loading ل الoperating system معناها بكون عندي على الروم مخزن اللي هو الbootstrap الbootstrap الشفية بكون فيه تعليمات انه حمل الكيرنل اللي هو اصلا جزء من الoperating system وين بكون نازل على الهارد ديسك انت الoperating system بتاعك وين بكون على السي فاللي بصير عنا بتحم الbootstrap بحكي لك روح حمل الoperating system او الكيرنل بتاعة الoperating system من الهارد ديسك على الرام هاي عملية التحميل اللي هي بتصير عنا او اشي هاي اللي هي هون بكون تظهر عندي اللي هي البران تاع الجهاز الموجود عن الجهاز بعدا لما يصير عندي تحميل شرط الويندوز بكون عندي الكيرنل بلاش عندي execution الكمبيوتر system operation الى اذا نتذكر طلعوا عندي عندي ممكن يكون عندي ون او عندي يطلعوا ون مور cpu disk controller اللي هو من خلاله بتوصل مع وحدات التخزين cpu لازم يكون لها access على الممري تكون الممري شير عندنا disk controller من خلاله بتواصل مع وحدات التخزين usb controller من خلالها بوصل الماوس الكيبورد لبرنتر جايما هو واضح عندنا الجرافيك adapter بوصل فيها الشاشة كرت الشاشة عشان يظهر عندي الصورة على الشاشة لاحظوا حكا لنا cpu راد نكون لها كل يات الهم access على الممري يعني الممري بتكون عنا shared هلأ من خلال هذا الشكل بنقدر نربط كل اشي ببعض بناحظ ان processes بتشتغل عنا على الممري وتتخزن على الhard هلأ اي امر عنا بدو يوصل عندي على الممري عشان يتنفذ هلأ لاحظوا عندي one or more cpu device controllers اللي حكينا disk controllers وانكلاها بتواصل مع وحدات التخزين كل يات هم connected من خلال common bus على shared memory concurrent executions of cpu and devices computing for memory cycles لاحظوا كل هدول عم بتنافس على الresource اللي هي ايش عندي shared memory او الممري cycles هلأ منلاحظ ان ال i-o devices و cpu can execute concurrently لاش لأنهم هم different resources each device controller is in charge of a particular device type كل device controller مسؤول عن device شعبك مع كل device controller فيو local buffer cpu نصير فيها movement لالdata من وإلى المain memory ومن إلى local buffers الموجود عندها نفس تخبر cpu انه خلص operation من خلال عملية اسمها interrupt حلا ال os حكينا عنه interrupt driven يعني أي event بدها تصير عندنا من خلال hardware أو software بتصير عند triggering من خلال interrupt hardware may trigger interrupt at any time حيث انها تبع signal لل cpu اللي هي عن طريق البس هلا software بيعمل interrupt trigger من خلال operation اسمها system call أو trap system call أو trap interrupt transfer control to the interrupt service routine من خلال interrupt vector هلا صار في عندي interrupt بدي أعرف كيف أتعامل معه هلا interrupt service routine بيكون مخزن بالموقع معين interrupt vector بيكون مخزن في ux عنوين مواقع service routine كيف أتعامل معه مثلا صار في عندي interrupt divide by zero بيكون في عندي بكان الانتراب بروح على الانتراب vector بيكون في ux memory location كيف أتعامل أنا مع divide by zero الexceptions بيكون مخزن على شكل error messages مثلا طلب الطباعة الانتراب طلب cpu فكل يات ها زي ما حكيان الos هو interrupt driven معناها الانتراب vector شو بيكون فيه بيكون فيه عنوين الانتراب service routine كيف ده تصرف معناها انتراب service routine هو عبار عن تعليمات صار معك هيك ايش أعمل وين بيكون مخزنين عندي عنوين هم موجودة بي الانتراب vector الانتراب 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 architecture introduction يعني يعني صار عندي انتراب جديد ايش بسوي بعملهم disable بقدرني محتفظ فيهم داش على من ما أخذ الشغل بيدي عشان ما يروحوا عندي الانتراب 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 نحكي عنه اتراب فممكن يكون انه صار بأرر زي infinite loop divide by zero او user request انت طلبت الشغلة فهو بوقف وبحكي عندي يوزر او سوفتوير طلب من الشغلة operating system زي ما حكي عنها بنحكي عنه انتراب دريفنج هلا عندي الانتراب هندل كيف بدأ اتصرف مع الانتراب الانتراب زي ما حكينا بدأ اتعامل مع الهارد و السوفتوير بنفس الوقت الانتراب زي ما حكينا هو عبارة عن حلقة الوصل بين الهارد و الهارد و الهارد و الهارد و الهارد الهارد و عشان اقدر استخدم الهارد و الرام بحتاج انه يوصلني ب مثلا احتاجت اي او بحتاج حدا يوصلني بالهارد اللي انا بدية اللي هو يوصلني ال الانتراب فالانتراب لما يصير في عندي انتراب شو بيسوي بحافظ على الانتراب يعني زي ما حكينا هون يعني ايش بيسوي هون كمان بحافظ على بيخلي بحافظ على الرجستر الموجودين عنا الاستراب الانتراب الانتراب وايش البروغرام كامتر لو انا وصلت التعليم الانتراب هاي هلأ في عندي determines which type of has occurred انه نوع polling او victor interrupt system في عندي نوعين من interrupts عندي يعمر polling او victor interrupt system separate segments of code determine what action should be taken for كل each طيب هلأ حكينا الانتراب وكتر اش في حكينا address لكل اش interrupt service routine بروح انا بكون على الموقع اللي انا بدية مثلا X بروح على X بنفذ لكل التعليمات اللي ايش انا كهف اتحامل مع interrupt اللي صار معي هلأ عندي الانتراب تايم عندي يوزر process executing IO interrupt processing idle IO device هلأ طلعوا عندي اليوزر process execution شغالة هلأ هون عندي ال IO عندي ال idle transferring مجرد ما يخلص عندي ال transfer برجع عندي ال user process execution وقفت هون طلعوا برجع عندي ال execution او خلص عندي عمليات transfer فانا عندي هون idle في عندي هون ال IO transferring هون بكون عندي ال process شغال CPU بكون في عندي هون اش بواقف بصير عنده interrupt بكمل ال IO structure after IO starts control returns للي user program only upon IO completion يعني ببلش عندي ال IO شغل control برجع عندي للي user program لحد ما يخلص عندي ال IO wait instruction idle the CPU بوقف عندي CPU until the next interrupt في عندي wait loop بضلها عندي شغال عشان أنا عندي شغال IO at most one IO request is outstanding at a time بس IO request واحدة وما بصير عندي simultaneous IO processing نفس الوقت هلا after IO starts control returns to user program without waiting for IO completion سير عندي system call الهي request لل operating system انو يسمح ال user يستنى لل IO completion device status table contains entry for each IO device indicating its type والaddress والstate في عندي device status table شو فيه entry بد ادخل لكل IO device ايش فيها فيها نوع فيها الادرس وفيها state معناها في عندي device status table زي الجدول ايش فيه لكل IO موجود عندي نوع عنوانه والstate تعته الoperating system indexed into IO device to determine device status شوف ايش وضعتها وتعمل modification ل الانتري لشان تعمل inclusion الانترابت هلا في عندي two IO methods عندي synchronous وفي عندي asynchronous هلا لاحظوا synchronous عندي في عندي user request بصير عندي waiting بروح device driver interrupt handler والhardware هذا كل ياته اش عم بيسوي عندي waiting وبس تخلص data transfer بيكمل شغال هون لا بعمل عندي request بروح على driver interrupt handler و ببلش عنا هون data transfer وبرجع على request process بتكمل شغالها هون عندي بسynchronous بطلها ask request waiting هون لاحظوا رجعت عندي بعد ما طلبت الhardware من interrupt device driver مخاطب على طول كل هاد الموجودين وين بال kernel user بخاطب device driver اللي هو موجود فيه تعريف device مع interrupt handler بحكي لك انا بستنى على بين ما تخلص شغل هون لا الasynchronous بحكي لك لا مجرد ما انت وصلت ال request انا بدي اكمل شغلي device status table اللي هو ايو حكيان عنا اش فيه ال entry لكل i o device فيه type address والstate مثلا device الاول card reader one idle line printer three busy disk unit idle وبتكمل هلا بما انها هاي بيزي اش بكون فيه request لل line printer address والlinks تاحة نفس الاشي هون عندي request لا disk unit 3 بكون عامل request الها الفايل مثلا read write لا فعند هون هذول بما انهم بيزي بكون فيه عندي request لل line printer الموجود عنها address تاحة والlinks نفس الشي بالنسبة ل disk unit 3 هلا عندي direct memory access structure تستخدم لل high speed i o devices اللي هي عندها ability لتعمل transmission information at speeds عالية على speeds سرعة عالية اللي هي memory speeds device controller هون بعمل transfer ل blocks of data من buffer storage موجود عنده لين من المان من غير ال intervention تاع cpu عشان هيك اسمها direct memory access اللي هي dma direct memory access controller عندنا بعمل transfer للdata الموجودة عنده من البفر ل main memory without intervention أو تدخل تاع cpu only interrupt is generated per one interrupt is generated per block rather than one interrupt per byte يعني لكل block عندنا interrupt 1 بدلا ما يكون عندنا لكل byte interrupt هلا storage structure عندي basic unit اللي هي عندنا البت المعروف عندنا الbasic unit عندي byte اللي هي 8 bits هلا في عندنا الشها المهمة اللي هي الword الword هي مجموعة من البيتات الword هي عبارة عن مجموعة من البيتات ما نقول ما أقصد فيها الكلمة اللي بيقدر أنا أنقولها أو الword اللي هي الكلمة اللي بتنتقل عندنا أو مجموعة البيتات اللي بتنتقل كل ياتهم دفعة واحدة مثلا نحن عندي جهاز يعني 32 bit أو 64 bit ايش المقصود فيها 32 bit اللي هو ايش حجم الword الموجود عندنا بالنسبة الoperating system نفس اللي ما أحكي 64 bit اللي هو حجم الword اللي هي الكلمة اللي بتنتقل عندنا at a time هلا الstory عندنا عندي main memory volatil ايش يعني volatil volatil يعني متطائرة هي ذاكرة متطائرة شي بروح عندنا لما ترجع ترجع المامر عندي نضيفة ونغرش ولما تشغل اي اشي بحتاج رح يتحمل من hard disk على الرام عندي secondary storage اللي هي ممكن تكون hard disk flash cd non volatil متطائرة يعني مخزن عليها بضل عندنا اللي هي تتكمن من tracks and sectors اللي هي مبدأها انا عندي هيك tracks و sectors هكي بتكون موجودة عندنا العنوين حلا في عندي اللي هي ال ssd كمان secondary storage اللي هي نقصد فيها solid state disk بتستخدم بالاجهز اللي فيها computation عال اسعر من hard disk هادا اللي هي secondary hard disk flash cd عندي ssd اللي هي new تخلج solid state disk هلا في عندي الماغنتيك disk اللي هي rigid metal or glass or glass platters اللي هي cd with dvd disk surface into tracks which are subdivided into sector هلا هايك لتراك كل واحدة من هدول track كل واحدة من هدول نحكي عنه اياش sector disk disk controller determines the logical interaction between the device and the computer اللي بتحكم بالتعامل بين الconnection بين device والcomputer اللي هو ايش disk controller هلا بالنسبة storage hierarchy اللي هو خلاص نخلي هاي المحاضرة الجاي في حد عندي سؤال شباب صبايا تمام يعطيكم العافية عافية